حقيقة في إصراف لدى الأمة في العصر الحالي في وصف كلمة عالم وكأن من تخرج من جامعة معينة أصبح لزاما أن يكون عالما هذا ليس شرطا أو من لازم عالما بعينه وسمع منه فأصبح من طلابه أصبح يقال عنه عالم في نوع من الإصراف في هذا الأمر لا سيما وأنه لا توجد نية متوجهة لتكوين العلماء التكوين الصحيح وإنما عبارة عن جامعات تخرج فيخرج منهم أحيانا بعض النبيين وهذا من حفظ الله تبارك وتعالى للدين لكن أنا لا أزعم أنه يوجد الآن برامج حكومية ممكن تكون هناك برامج خاصة تسعى إلى تكوين العلماء على غرار ما رأيناه في مركز تكوين العلماء مثلا في مونتاني لكن هذه المحاضن الكبرى سواء الجامعات العالمية التي في البلاد الإسلامية الكبرى يخرج منها من فضل الله عز وجل نوابغ اللي هو يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله فتبقى راية العلم مرفوعة لكن هذه المحاضن العلمية وجهة نظريه من خلال أني مررت بها هي بتضع الإنسان على أوائل أبواب العلم وهنا في تجربة لأحد كبار الدعاء المصريين الشيخ أحمد المحلاوي ربنا تحفظه يقول بعد الوعظ والتدريس بعامين من التخرج وجدت أنني انتهيت من حصيلتي العلمية التي تعلمتها في الأزهر في وقت أحمد المحلاوي وهو في التسعين الآن يقول فعدت إلى المكتبة فعلمت نفسي من جديد من خلال الأسس التي تعلمها في الأزهر الشريف بدأ يكون نفسه التكوين العلمي ثم أنه لابد الأمر يكون فيه استمرارية في كل يوم اليوم الذي لا يقرأ فيه الإنسان أو الذي لا يكتب فيه الإنسان الشيخ محمد الغزالي يقول رحمه الله ما مر علي يوم في حياتي إلا قرأت عن الإسلام أو كتبت عن الإسلام ولما توفي وأنا رأيت هذا بخط يده وجدوا في جبته لم أخرجوا من الجبة وجدوا مقال اليوم كتبوا صباحا عنوان هذا المقال حاجة العالم إلى رسالة محمد وهذا فعلوه تحقيقا لما قاله الإمام المبجل أحمد بن حنبل إمام أهل السنة لما قال مع المحبرة إلى المقبرة ومن قال أنا اكتفيت أو أنا تعلمت فقد ظهر في وقتها جهل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر